أسرين أكتر وإنتي بتشوفي الفيلم حسيتي بأبوكي حسيتي بالأستاذ أسامة آه جدا جدا حتى لما كان بيقولك فيه جمل فيه حاجات مش مكتوبة هرجع للتفاصيل دي وردة وأنا متوقعة لأنه ما هو برضه المخرج هيبقى ليه رؤيته ما هو طبيعي هو الكاتب نفسه مش موجود خلاص هو معدن ما يكفي في النص سواء في سطوره أو بين سطوره المخرج قادر يقرى ده بشكل جيد جدا ويطلع تفاصيل كتير ففكرة أن أنا أدخل وأنا متوقعة أن أنا هسمع الحوار كما هو لما قريته أنا مش وقعية أبدا يعني خصوصا أنه برضه طبيعة الحوار نفسها في حتة ممكن تكون كتت تناسب وقت معين في بعض المشاهد لازم أنها هتتغير مع الوقت بطبيعة الحاجة فأنا ما استغربتش ده بالعكس لأنه كمان جزء كبير من حوار بابا واضح منور كان فيه جمل زي ما حضرتك قلت يعني إحنا حسين بحوار أسامة عمروكاشة الأهم أنا كان الأهم بالنسبالي أن أنا حس ما بين السطور طلع قوي لأن الفيلم ده ما بين سطوره أكتر فأنا حسيت ده جدا يعني شخصية علي وبكر مثلا الصراع اللي بينهم رغيب يعني تعقدات الشخصيتين مع بعض فيها تفاصيل كتيرة قوي إن ده يطلع بثلاثة من غير فزلكة ده كان بالنسبالي مهمة أولي يعني بما أننا في حوار مع الأستاذ أسامة عمروكاشة وخلاص استحضرنا روحوا بقى كلموا ويكلموا يعني حايز أسأل سؤالين بقى قلت إيه لأبوكي بعد ما خلص الفيلم وإنت قلت إيه لأستاذ أسامة بعد ما خلص ما شفت فيلم وبتدي بنسري ثم إحنا خلاص بنكلم أستاذ أسامة وبيرد علينا بيرد علينا كمان بس أميسة بيتكلمهم هم أنا ما بيردش ما بيكلماتش إنت ما جربتش يتكلم أنا المحفيدة لسه واعي فيهم اللي بيحصل لا ما هو قال لي في التليفون أنا بكلم قوله يعني إيه يا خالد يقول أنا بكلمه أستاذ أسامة قوله أيوة يعني بيرد عليك يقول أنا بيرد عليك دي الجمل الجمل استهلا أنا عايز أقول حاجة إنه أستاذ خالد لما قال لي إنه هو بيكلم بابا و بيرد علي فبيرد علي صدقيني أنا فعلاً ده حصل قلت له عايزك أنا مصدق لأن أنا كنت بدخل على بابا بابا كان بيتكلم مع حد بيتكلم مع مين مهرفت يا جماعة خالد كان بيتكلم مع خالد كان بيتكلم مع حد كان بيتكلم بيتكلم كتير مع حد يعني فأنا متوقع أنا قلت له قلت إيه الأبوكي بعد الفيلم بعد الفيلم قلت له الحمد لله أنا حاولنا نوصل حلم حياتك يتحقق وطلع بالشكل المرضي يارب تكون إنت راضي عنه يارب تكون مبسوط وأكيد أنت مبسوط زي لو كتبت في البوست بتاعي لأنه أنا مش هقدر أوصل هو شايف إيه هو بيرد على خالد فخالد قلت إيه الأستاذ أسامة بعد مخدر بس عشان الناس ما تفكرش بس نحن مجالين يعني ما أقصده أنه لما أنت تفهم حد قوي وتفهم قناعات يعني أسامة أنور وكاشة بالنسبة لنا أنا فاهم البنية الفكرية بتاعها وفاهم موقفه السياسي من كل حاجة في الحياة متشابه جدا مع موقفك السياسية بالضبط ومتشابه جدا بل متطابق في أحيان كثيرة جدا فأنا فاهمه جدا ففاهم إيه اللي ممكن يوفق عليه وإيه اللي ما يوفقش عليه يعني يعني لما أقوله أنا هخليه مصارع ده مش ضد رؤيتك ولا مع رؤيتك فألاقيه على الأقرب هيقول لي لا تبقوا إيه اللي ضد رؤيتي في كده يعني ما تعمله مغني براحتك يعني يعني ما أقصده أنه أن أنا بس برجع للمرجعية اللي أنا عارفها عن أسامة فأكلمه فيها وأستشف أنه لا ده ما يدايقوش ده يدايقو الجمل الجمل اللي غيرتها أنا بقولك قولا واحدا كده فيها روح أسامة حتى الجمل اللي ما كانشه حتى كتم يعني ما لما تقوله مثلا ريحة وطعم اسكندرية ما بيتغيروش لما تقوله في جمل كتير كده في جمل لأسامة وفي جمل ليا اللي اتنين هتلاقيهم أسامة لأن أنا كنت حريص إن أنا أدي الفيلم روح أسامة وطعمه وتزوقه في المونولوج وفي البناء حتى المشهر أنا ممكن أقوله إن كان فيها بارات كتيرة جدا أنا كنت ناسية ما كنتش عارفة هو دي معنى قريم من مد أنا مش عارفة هو دي بابا اللي كاتبها ولا اتكتب الجديد في جمل أنا كنت محترى فيه فده كان بالنسبة لي مؤشر حلو يعني كان بالنسبة لي إنه هي روح بابا أو المعنى موجود وواصل هو بيحمله نفس الدلالة باختلاف الألفاظ المناسبة المكابلية أو المفردات يعني لو أنا بقول زمان جملة كان بتتألف السبعينات مثلا ما بقولهش النهاردة بس الدلالة واحدة